وكذلك من التوسل للمشروع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأعمالك الصالحة أنت بعملك الصالحة تتوسل الله بعملك الصالح ما منا من أحد إلا وله عمل صالح من هذا حضورنا لهذا الدرس هذا عمل صالح صلاتك عمل صالح صيامك عمل صالح برك بوالديك صلتك لأرحامك إحسانك إلى الفقير إكرام الجار إكرام الضيف حجك صدقاتك كل هذا عمل صالح فتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة تقول الله من يسألك بصلاتي أسألك بصيام أسألك ببر بوالدي ممكن أن تسأل الله تبارك وتعالى بتوحيدك اللهم يسألك بحبي لك بحبي لنبيك بحبي للمؤمنين هذا توسل إلى الله بأعمال صالحة ومنها قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فجاءت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار فقالوا كل واحد يسأل الله بعمل صالح تقربه إلى الله تبارك وتعالى فأحد هالثلاث سأل الله تبارك وتعالى بإحسانه إلى الأجير الذي كان عنده والثاني سأل الله تبارك وتعالى ببره بوالديه والثالث سأل الله تبارك وتعالى بخوفه منه لما أراد الوقوع في المعصية فكانت الصخرة تنفرج كلما دعا أحدهم انفرج حتى دعا الثالف فخرجوا من الغار توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة ترجمة نانسي قنقر